راشيل غريبن البالغة من العمر أربعة سنوات الإبنة الثالثة في الأسرة من بلدة صغيرة في إيرلندا الشمالية عندما بلغت سنة ونصف بدأ والدها يلاحظان أن الطفلة تعاني من تأخر في النمو كما أصيبت الفتاة بنوبات طفيفة وبعد بضعة أشهر عانت من أول نوبة صرع حادة حصلت راشيل على لقاح الإنفلوانزة الأنف في أكتوبر الماضي وتسبب في تجنوجات كبيرة وأمضى ثلاث أسابيع في المستشفى وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بخلل التنسج الجبهي الأيمن ومنذ ذلك الحين كانت رحلة وتحدي ذهابا وإيابا من إيرلندا الشمالية إلى إنجلترا لإجراء الفحوصات اللازمة لأن مستشفى لا يوجد به علاج للصرع ذهبنا إلى مستشفى مانشيستر للأطفال وخلصوا إلى أن راشيل لم تكن مناسبة لإجراء عملية جراحية بحثا عن طريقة لإنقاذ الطفلة التقى والدا راشيل بجراح الأعصاب الأمريكي لوك توميتش وقال أن جراحيا يمكن مساعدة الفتاة من 80 إلى 90 بالبئة من نوباتها ونصح الأسرة الإيرلندية بطلب المساعدة من فريق من المختخصصين الأوكرانيين وعلى الرغم من التهديد بالهجمات الصاروخية قرر والدا راشيل القدوم إلى الفيف نعم بالتأكيد كان هناك مستوى معين من الخوف لقد تلقينا الكثير من الدعم وتأكدنا من أننا سنكون آمنين في البداية كان هناك مثل هذا الخوف ولكن بعد ذلك عندما نظرت إلى الأطفال الآخرين وأمهاتهم الذين يعيشون هنا شعرت بحزن عميق وهذا شيء مؤلم لقلبي وبالفعل في الفيف خضعت الفتاة لفحص كامل وبدأت في التحضير للعملية وكان من المهم اتخاذ القرار المناسب لاختيار الطريقة الأكثر أماناً للوصول إلى المنطقة المصابة في الدماغ لقد اخترنا هذا النهج المشترك باستخدام المراقبة أثناء العملية كان من المهم من الغاية أن تكون بعيداً قدر الإمكان عن المنطقة المسؤولة عن حركات الأطراف وخلال التنسيق القشري البؤري أي هذا الجزء المتغير من الدماغ كان قريباً جداً من تلك المنطقة تم فتح تجويف الجمجمة تدريجياً وتم اكتشاف المنطقة المتغيرة وتم فصلها تدريجياً ومن ثم قاموا بإزالته بالكامل استغرقت العملية سبع ساعات ويقول جرح الأعصاب في الفيف أنهم تمكنوا من تحقيق النتيجة المرجوة تم علاج راشيل بنجاح من خلال التنسيق القشري البؤري وهو الآن ناجح لأنها لا تعاني من أي نوبات ونأمل حقاً أن لا يظهروا أثناء مراقبتها وفي المستقبل في حياة الفتاة أيضاً بعد العملية كانت الطفلة تحت إشراف الأطباء وخلال هذه الفترة لم تكن هناك نوبات جديدة من الصرع أو التشنجات لذلك سمح لرياشيل بالعودة إلى موطنها في إرلندا الشمالية ويقول والداء الطفلة أنهما ممتنان للغاية للأطباء الفيف لأنهما أنقذاء ابنتهما إعداد يوليا بيل من الفيف لقناة ATV عربية ترجمة نانسي قنقر